معانا على التريفون سيدة النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب وصاحب هذه المقترحات الجديدة أو مشروع القانون الجديد أهلا بك معانا يا سيدة النائب أهلا يا سيدة النائب أهلا وسائلين الأفنة أهلا بحضرتكم أهلا أهلا أنت فيه كمان كلام بخصوص المعلومات أو البيانات اللي موجودة في البطاقة الشخصية أو الرقم القومي برضو لو ما تمش تجددها في خلال مدة معينة بتقع غرامة على اللي ما جددش البيانات دي صح يا سيدة النائب مصبوط الكلام طيب فلينا نروح لمنطقة الأسماء الأول الأسماء المركبة الأسماء الدخيلة على الثقافة المصرية نحكمها إزاي دي هو في البداية القانوني اللي حضرتك كلمت عليه نقصة المادة 21 من القانون 143 لسنة 94 أنه ما يجوث اشتراك أخوين أو أختين من الأطب في اسم واحد كما لا يجوث أن يكون الاسم مركب أو مخالف للنظام العام أو لأحكام الشراء السنوية أحكام الشراء السنوية الحاجات المخالفة اللي الناس بتسألني فيها كتير بيقولولي زي إيه أقولهم مثلا ما ينفعش أن نحن نسموا اسم زي أسماء خصصة للإله سبحانه وتعالى كالصالب والقدوس الحاجات اللي ما تلقش إلا بيه وبعظمته برضو زي ملك الملوك سلطان الصلاطين حاكم الحكام وهكذا ووجدنا بعض النماذج الجديدة على مجتمعنا وطرقت في القوينة الأخيرة وعفواً دي حاجات كان لازم يبقى لها تطدي كعبورة وحنكورة بعض الأسماء الدخيلة اللي ملهاش معنى وملهاش مسمى وملهاش هدف أو غرض لا معلش يا سيد النائب بس يا دي ممكن تبقى أسماء الشهرة لا فيه ناس ممكن تسمي عيالها كده أنا أعتقد أن دي أسماء شهرة يا سيد النائب مش أسماء مكتوبة في شهادة الميلاد والبطاقة يعني والله يا فندم إحنا شفنا في بعض الأماكن الشعبية إن الأسماء اللي إحنا بنقولوا عليها شهرة شفناها تتكتب شهادات الميلاد وفي بطاقة الرقم القوضة شفنا حاجات مخزية ولازم نتصدى لها وده كان غرض من هذا القانون لكن مثلا هنا مكتوب كمان أسماء دخيلة على المجتمع المصري طب ما هو ممكن حد يبعايز يسمي ابنه اسم أجنبي أفرانجي يعني أفرانجي وهو ده يعتبر دخيل برضو على المجتمع المصري لو يتمشى مع ثقافتنا أو هو اسم مستساخ ما فيش مشكلة إما ما هتسمي اسم دخيل زيه أنا بتكلم على الأسامي اللي ممكن بعد كده الناس تاخدها وسيلة للتحكم على الشخص نفسه أنا بتكلم على الأسامي اللي ممكن بعد كده تبقى تسبب مشكلة للشاب أو الفتاة في مختبع حياته فهمت يعني ده كله في سبيل أو هدفه هو حماية الشخص ده بعد كده من التنمر عليه أو أن ده يسبب له أزمة بعد كده في حياته بالضبط أوكي بس مش العقوبة يعني أنه نصل لدرجة الحبس اللي يصل لسنة ما عرفش تفسير حضرتك لده إيه؟ حضرتكو هتأيدوني وحتعرفوا أننا للأسف الشديد لو ما كانش عندنا راضع قوي بنستسهل كل الأمور النهاردة أصبح مثلاً حد مثال الحزام في السيارة لما كان قبل كده ما فيش عقوبة ما كانش حد بيلتزم بيه النهاردة لما اتفرضت العقوبة وبقى فيه تصوير بقى الجميع أو الأكثرية بيلتزموا بيه فكان لازم تجديد العقوبة دي لأن العقوبة الأولينية اللي هي ما تقلش عمليت جنيه وما تزدش عمليتين جنيه أصبحت في الوقت الحالي فتاة يعني لا تتماشى مع الحياة اللي موجودة حاليك فكان لازم يبقى فيه تغليز عقوبة حطيت مدة حبس لتقل عن سنة وغرامة لتقل عن خمس تلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومش بس كده أو مش هنكتفل كده ده لازم يتم رفع دعوة قضائية لتغيير الإس من جانب ولي الأمر طيب ودينا على البيانات بيانات الرقم القومي أو البطاقة الشخصية برضو فيه تفاصيل كتيرة دخل على الناس اللي ما بتسجلش يعني مثلا هي متزوجة بس ما غيرتش البطاقة ففضلت مكتوب فيها آنسة وغيرها من التفاصيل معرفش هل ده بيندرج وبينسحب برضو على العنوان وعلى الحالة الاجتماعية وهنحكمها ازاي كمان؟ وليه مد قد ايه؟ ده هو كتلبداية العنوان مش حتى تغيير الحالة الاجتماعية لأن النهاردة في الظل مثلا الأحكام القضائية لما بينزل أي حد ينفس حكم على العنوان اللي موجود في بطاعة الرقم القومي الخاصة بالمواطنسين والمواطنسين لما غير محل إقامته ما بلغش جهة الإدارة أو ما بلغش المكان اللي هو تابع ليه بكده في الحالة دي بتزييد عندي عداد الأحكام التي لم تنفس وبيبقى عندي خلل المفروض أن الخلل ده يتم بمقتضاء أننا لو عملت نقل لمحل إقامة لمكان آخر أتجه إلى جهة الإدارة أو للإسم اللي تابع ليه أو للسجل المدني اللي تابع ليه وأقول لهم تم تغيير محل إقامة من المكان كذا إلى المكان كذا أحنا بحاول نعملوا إجراءات تسهل علينا واتسهل على السلطة التنفيذية إجراءاتها في كل ما هو موجود طيب يعني أنا طب إمتى القانون أو مشروع القانون هيتناقش ستناب حاليا مشروع القانون في الهيئة البرلمانية الحزب ومستقبل الوطن منتظر إن شاء الله إقراره واحتمال كبير يدخل فضول العقاد القادم بإذن الله إن شاء الله ستناب مرسي يا ستناب